أكثر من 32 ألف خريج حضروا في ملعب تكريت بعد دعوة إدارة المحافظة لهم بغية عرضهم على المنظمات الدولية والحكومات العراقية للتخلص من آفة البطالة التي بدت منتشرة في المحافظة وجود الخريجين في ملعب تكريت هو رسالة لكل المنظمات الدولية والحكومة العراقية بأن هذا الكمل هائل من العاطلين الذي بلغه حسب الإحصائيات المسجل لدينا أكثر من 32 ألف و83 خريج بين بكالوريوس ودبلوم وماجستير ودكتوراه وكل هذه الأعداد هم عاطلين عن العمل رسالتنا هي من هذا المكان الذي يريد استقرار للعراق ويريد استقرار لمحافظة صلاح الدين يجب أن يتعامل مع هذه الشريحة المهمة والمثقفة في إعطاءها فرصتها في إكمال مسيرتها العملية بعد أن أكملوا مسيرتهم الدراسية يجب أن يكملوا مسيرتهم العلمية من خلال توفير الوظائف وتوفير القروض والمنح التي تؤدي لتنمية المجتمع وزيادة الاستقرار في المرحلة القادمة خريجون عدى بيّنوا لعدسة سامراء الفضائية أنهم اليوم يعملون بمهن لا تليق بهم وبشهاداتهم التي حصلوا عليها بالأخص والكثير منهم يحمل شهادات علية في تخصات نادرة ضد الخريجين اليوم اللي عدنا كرابطة خريجي صلاح الدين عدنا 34 ألف خريج في محافظة صلاح الدين كأحصائية تم قامت بها الرابطة اليوم نتأمل خير من هذه الدعوة كتفعيل القطاع الخاص لأن لا أكثر اليوم كمحافظة ما تقدر تعين لك 34 ألف خريج بل أن نتأمل خيرا على القطاع الخاص وتفعيل في محافظة صلاح هذا التجمع مثل ما أشوف الناس جاية تأمل خير بهذا التجمع وإن شاء الله نقدم طلباتنا ونقدم مستمسكاتنا ونتأمل خير إن شاء الله وأغلب الشباب مثل ما تفضل عاطلين عن العمل تشتغل عماله ويدعو الخريجون في محافظة صلاح الدين الحكومة العراقية الجديدة إلى ضرورة تعيينهم وإطلاق الدرجات الوظيفية المتوقفة منذ ما يقارب خمسة سنوات مصطفى الوحادي قناة